بسم الله الرحمن الرحيم في الحلقة السابقة أخذنا مثال لمنزل يتزود بالطاقة الكهربائية عن طريق نظام تغذية مستقل مولد كهربائي وذلك كمدخل لتعريف مفهوم التأريض الكهربائي من ناحية ولتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة من ناحية أخرى قبل ما يتم ربط هذا المنزل على شبكة توزيع الكهربائية اللي إلها قوانينها الخاصة وقلنا إنه حتى نفهم نظام التأريض الكهربائي بشكل صحيح لابد إنه نفرق ما بين تأريض المعدات الإيكوبمنت إيرثينج والتأريض النظام التأريض المعدات مثل ما شفنا وبتم تأريض الهيكل المعدني للأحمال الكهربائية المختلفة مثل الثلاجة الغسالة الفرن الكهربائي المايكرو ويف سقان المياه إلى آخره إضافة إلى تأريض حديد التسجيح للمبنى وشبكة المياه وما شابه إذن في تأريض المعدات أو التركيبات بتم تأريض الأجزاء المعدنية غير الحاملة للتيار الكهربائي وهذا على عكس تأريض النظام هناك يتم تأريض أحد الخطوط الحاملة للتيار واللي وعدها نكون نيوترل أو المحايد وقبل ما نتكلم عن تأريض النظام خلينا في البداية نتعرف على النظام الكهربائي النظام الكهربائي بتألف من ثلاث أقسام رئيسية التوليد والنقل والتوزيع جينيريشن، ترانسميشن، اندستربيوشن في محطات توليد الطاقة الكهربائية والليمكن تكون عاملة بالطاقة الحارية أو الطاقة البخارية أو طاقة الديزل، طاقة الرياح، طاقة الشمسية، طاقة النووية إلى آخره بتم توليد الطاقة بجهد كهربائي تقريبا حوالي لعشرين كيلو فولت، عشرين ألف فولت وحتى يتم نقل هذه الطاقة الكهربائية إلى مسافات بعيدة جدا تصل إلى مئات الكيلومترات بتم رفع الجهد الكهربائي بعد محط التوليد إلى قيم عالية جدا ممكن تصل إلى نص مليون فولت، خمسمية كيلو فولت، سبعمية وخمستين كيلو فولت بعض البلدان وصلت لمليون فولت بتم ذلك عن طريق محور رفع step up transformer والهدف من هذا الشيء أنه إحنا بدنا نقل قدرة كهربائية تتناسب مع حاصل ضرب الجهد في التيار فكلما رفعنا الجهد لقيم عالية جدا كلما قللنا التيار لقيم قليلة جدا وبالتالي قللنا من الفواقد في الخطوط الكابرلوسيز الـ I2R وبعد ما يتم رفع الجهد الكهربائي بتبلش عملية النقل transmission وفي الطريق إذا كان فيه مستهلكين كبار ممكن يصير فيه تنزيل للفولتية لـ 130 كيلو فولت 120 كيلو فولت 69 كيلو فولت إلى أن تنتهي عملية النقل عند ما يسمى في الـ primary substation المحطة الأولية وهناك يبدأ التوزيع شركات التوزيع بتبلش شغلها من عند المحطة الأولية الـ primary substation بكون الجهد عند هذه المحطة تقريبا 33 ألف فولت 33 كيلو فولت وشركات التوزيع بتبلش تنزل في هذه الفولتية عن طريق محولات خفض step down transformers لـ 22 أو 11 كيلو فولت ومنها لـ 400 فولت line to line خط لخط و 230 فولت phase to neutral إحنا ما يهمنا في سلسلة التمديلات الكهربائية هو التوزيع والمحول الأخير في شبكة التوزيع بكون عاتا عبارة عن delta star delta من جهة الملف الابتدائي وستار أو نجمة من جهة الملف الثانوي وعندما يتم تأريض النظام من جهة شبكة التوزيع بتم تأريض neutral أو المحايد بتم توصيل neutral بالأرض ومن هناك بتم توزيع على المستهلكين على المنازل أو الشق السكنية single phase والمنشآت الأخرى مثل المستشفيات والفنادق تأخذ ثلاثة فاز الآن لإيصال فكرة التأريض الكهربائي والغاية منها لو أخذنا المثال التقليدي المعروف لما بيجي طير وبيقف على أحد خطوط الكهرباء سواء كانت الضغط المنقفض أو الضغط المتوسط ومعروف أن الطير ما بتعرض لصدمة كهربائية في هذه الحالة السبب أنه في شرطين أساسية لمرور التيار الكهربائي ما تحققوا في هذا المثال أولهم أنه لسريان التيار الكهربائي بين نقطتين لابد يكون بينهم فرق في الجهد الشرط الثاني هو أن تكون الدائرة الكهربائية دائرة كهربائية مغلقة بالنسبة للطير هو يقف على أحد خطوط الكهرباء ما في فرق جهد يمكن يكون في مسافة بين أرجل الطائر لكنهم يتنتين على نفس الجهد الكهربائي وما في دائرة كهربائية مغلقة لمرور التيار ماذا الطائر يقف على خط واحد من خطوط الكهرباء لو إجا طير كبير ولامس خطين عندها بتصير الأمور مختلفة لكن أحنا بهمنا أنه يعني نرجع للأساسيات أنه لمرور التيار الكهربائي لابد من توفر الشرطين وجود فرق في الجهد الكهربائي بين النقطتين اللي يمر فيهم التيار وأنه الدائرة الكهربائية تكون دائرة كهربائية مغلقة الآن خلينا نفرض أنه النظام عندنا مش مؤرض لم يتم تأريض النظام وكان عند عمود الكهرباء هذا كان فيه وينش بيشتغل وأثناء رفعه للثقل لامست الرافعة الفاز الأحمر الرد فيز من جهة الضغط المنخفض للمحول إحنا مهتمين بشبكة التوزيع أما بالنسبة لشبكة الضغط المتوسط أو الضغط العالي هذا كموضوع مختلف لأنه في حالة الضغط المتوسط والضغط العالي حتى النظام لو مش مؤرض رح يكون هناك توصيل ما بين الخط والأرض عن طريق السعة الكابستنس للخطوط ما بين الخطوط والأرض هذا موضوع آخر مش رح نتطرق له إحنا نتكلم عن شبكة التوزيع الكهربائية من جهة الضغط المنخفض الآن الشرطين اللي تكلمنا عنهم مش متحققات ما في دائرة كهربائية مغلقة ولا في فرق في الجهد الكهربائي لكن عادة النظام يكون مؤرض وقلنا أنه بتم تأريض نقطة التعادل نقطة المحايد للمحول بنوصلها بالأرض في هذه الحالة إذا الونش لامس الفاز الأحمر والنظام مؤرض نقطة المحايد وموصل بالأرض أصبح فيه هناك دائرة كهربائية مغلقة وفيه فرق بالجهد فرق بالجهد ما بين الخط الأحمر الفاز الأحمر ما بين الأرض فلذلك الونش رح يتعرض للصدمة الكهربائية والسؤال الآن ليش طيب ليش إحنا بنأرض النظام إذا كان في حالة عدم تأريضه ما تعرضش الونش للصدمة الكهربائية لكن إذا كان مؤرض رح يكون في صدمة كهربائية الصحيح أن الأسباب كثيرة وكثيرة جدا لأنه في حالة النظام غير المؤرض هذا اللي صار مع الونش بسموه العطل الأول الخوف من العطل الثاني نفرض أنه هذا النظام كان مموزع على عدة منازل ومنشآت وفيه مكان على الشبكة فيه تلف في عازلية نفرض الفاز الأزرق المادة العازلة للكيبل تلفت وأصبح الكيبل مكشوف وإيجا إنسان أو حيوان ونفرض كان فيه كلب مار يجي هذا الكلب الوفي ولامس خط الكهرباء الفاز الأزرق في الوقت اللي كان فيه الونش ملامس للفاز الأحمر الآن الشرطين يتحققوا صار فيه ما بين النقطتين ما بين الونش والكلب فيه فرق في الجهد الكهربائي قيمة 400 فولت وفيه دائرة كهربائية مغلقة لأنه اثنين موصولين مع الأرض فراح يمر تيار كهربائي بين النقطتين قد يبدو هذا الاحتمال ضعيف لكن أبداً احتمالات العطل الثاني كثيرة وخصوصاً في شبكة الضغط المتوسط صح نحن متكلم عن شبكة الضغط المنخفض جاءت التوزيع الكهربائي لكن في هاي الشبكة أي عطل بحدث على شبكة الضغط المتوسط رح ينكس على شبكة الضغط المنخفض لأنه في بينهم محولات لما يكون في عطل أول في النظام غير المؤرض النظام الكهربائي بيكون كأنه على كف عفريت أي عطل ثاني بيأدي لتائج كارثية ومن الأمثلة تحدث كثير لما مثلاً بيجي غصن شجرة بسقط على أحد خطوة الكهرباء أو شجرة نفسها وخصوصاً إذا كان في أمطار أو كانت شجرة رطبة بتصبح موصلة تالكهربائي بتوصل هذا القط مع الأرض وهذا العطل يتكرر بشكل كبير جداً في الشبكات الكهربائية احتمال آخر لما يجي غير كبير يوقف على أحد خطوط الكهرباء وأثناء حركته يلامس جسم العمود أو الكروس آرم اللي هي أصلاً موصولة بالأرض وبالتالي تم توصيل القط مع الأرض احتمال آخر ممكن بعض القطط أو السناجب وفي المناطق اللي بتكثر فيها السناجب هذا العطل اللي بتكرر بشكل كبير بتسلق السنجاب عمود الكهرباء وبيلامس أحد القطوط وكون من نفس الوقت بيلامس العمود وبالتالي بيتم توصيل هذا الخط في الأرض احتمال آخر وهو كثير جداً في الشبكات الكهربائية أثناء الأمطار والعواصف الروعبية حتى الأجسام رديئة توصيل الكهرباء رديئة المنسلة مع المطر وما ما يبقى تصير منسلة الكهرباء بتقع أشجار من المطر إذا كان مطر شديد على خطوط الكهرباء الصائق الكهربائي بتفرغ في أحد الخطوط طيار عالي جداً وبالتالي إذا النظام مش مؤرض مع هاي التغيرات راح يصير السيستم عائم بيسموه فلوتينك لأنه ما فيه جهد مرجع وهذا يعني هذا تأريض في النظام الكهربائي واحد من أهم أسبابه اللي هو الصلاعق الكهربائية احتمال آخر بحدث أثناء فتح وإغلاق القواطع الكهربائية في الشبكة الكهربائية في هاي الحالة الجهد الكهربائي بارتفع من 6 إلى 8 أضعاف الجهد الإسمي للمعدات المعدات في الشبكة الكهربائية سواء كانت محولات أو كوابل أو عوازل إلى آخره في إلها جهد كهربائي أقصر تتحمله إذا زاد الجهد الكهربائي المعرض إليه عن هذا الجهد تعرض للتلف وبالتالي إذا ما كانش نظام مؤرض في جهد مرجعي رح تتعرض التجهيزات لأوفر فولتج بيأدي إلى تدميرها سواء كانت محولات أو محركات أو كوابل كهربائية أو حتى الأجهزة الإلكترونية أو حتى العوازل الكهربائية اللي موجودة على الأعمدة إذا تعرضت إلى جهد عالي جدا تتلف احتمال آخر بحدث في الشبكات الأرضية الأندرغراند كيبل وهي منتشرة كثير ممكن المياه الجوفية تتسرب للكيبل ويكون فيه هناك وصلة أو جونت ضعيفة يكون فيه تلف العزلية في واحد من الخطوط وبالتالي بتأدي إلى توصيل الخط مع الأرض إذن احتمالات الأعطال في الشبكة الكهربائية كثيرة جدا ولذلك تأتي أهمية التأريض لحماية الإنسان والحيوان والمعدات وإيجاد جهد مرجعي بالإضافة إلى الحماية من الصواعق الكهربائية وهناك أشكال مختلفة للتأريض الكهربائي وبيتم تصديفها على أساس العلاقة ما بين تأريض المعدات أو التركيبات الإيكوبمنت إيرثينغ وتأريض النظام بناء على نظام التأريض هنا ونظام التأريض هناك بتم تصديف هذه الأنظمة بالنسبة للأجزاء المعدنية من التجزاء الكهربائية إضافة إلى حديد التسليح المبنى وشبكة المياه إلى آخره كلها تدخل ضمن عنوان تأريض المعدات إيكوبمنت إيرثينغ أما بالنسبة للتأريض النظام إحنا قلنا المحول في نهاية شبكة التوزيع بكون دلتا ستار أو دلتا نجمة وبتم تأريض نقطة التعادل نقطة المحايد لهذا المحول بتم توصيلها بالأرض هذا هو التأريض بالنسبة للنظام الكهربائي الآن في أشكال مختلفة للتأريض بالنسبة للنظام إما أنه النظام يكون مؤرض أو غير مؤرض إما أنه نقطة التعادل بتكون موصولة مع الأرض أو غير موصولة غير موصولة أو موصولة عن طريق مقاومة عالية إذا كانت نقطة التعادل غير موصولة بالأرض يعتبر النظام معزول ومن آيسوليتد أخذنا الآي لوصف هذا النظام أما إذا كانت نقطة التعادل موصولة مع الأرض الأرض تيرا باللاتيني أو تير بالفرنسي نقطة منها تي لوصف هذا النظام تي بمعنى أنه النظام مؤرض الآن بناء على هذول الحالتين للنظام الكهربائي بنشوف شو النظام الموجود في التركيبات أو المعدات عند المستهلك وبيتم تصنيف التعادل الكهربائي على هذا الأساس فلو فرض أنه النظام غير مؤرض ونرمزه بالرمز آي أما التركيبات أو المعدات عند المستهلك مؤرضة نوصولها مع الأرض نرمزلها تي أصبح هذا النظام آي تي سيستم هذا النظام مش منتجر كثير بجزء لا يزيد عن 2% من الشبكات الكهربائية لكنه في بعض التطبيقات مهم جدا في المستشفيات في وغرف العناية المركزة أو الحثيثة في وغرف العمليات في أفران صهر المعادن في تغليف الأغذية في نظام التحكم بإشارات السك الحديثية لأنه هذا النوع من التطبيقات لا يحتمل التوقف يعني لو كان النظام مؤرض راح يفصل القاطع نتيجة العطل الأول لكن هاي الأنظمة بما أنه العطل الأول مش راح زي ما قلنا في الأمثلة السابقة أنه إذا كان نظام مش مؤرض العطل الأول مش راح يأدي إلى توقف عمل التجهزات الكهربائية توقف عمل أجهزة الكهربائية في هاي الأنظمة في هذا النوع من التطبيقات نتائجه كارثية لكن في أجهزة مراقبة بشكل مستمر وكادر فني محترف براقب لاكتشاف العطل الأول وأخذ التدابير اللازمة ترحيل التجهزة الكهربائية من مكان إلى مكان إنهاء العمل اللي شغال في النظام إلى آخره إلى أن يتم إصلاح العطل النوع الآخر للتأريض أنه يكون النظام مؤرض وأيضاً المعدات والتركيبات عند المستهلك مؤرضة تي هنا وتي هناك هذا بتم في حالة الأحمال الكهربائية اللي تنمو بشكل مستمر زي مثلاً التجمعات السكانية أو القرى السكنية أو الكومبانز اللي أخذ في النمو المستمر فبالتالي بتوفر نظام تأريض نفسها تأريض محلي مختلف عن تأريض النظام وغير متصل فيه هذا النظام أصبح تي تي سيستم النوع الآخر للتأريض الكهربائي وهو الأكثر انتشاراً في شبكات التوزيع الكهربائية أنه النظام بيكون مؤرض تي والمعدات والتركيبات بتأخذ تأريضها من نقطة المحايد أو نقطة التعادل للنظام بما أنها بتأخذ من نقطة التعادل أو نقطة المحايد إذن هي إن من النيوترال أصبح النظام اسمه تي إن سيستم وهذا له ثلاث أشكال مختلفة الشكل الأول لو دينا عند محول توزيع الكهربائي وقلنا أنه نقطة التعادل في هذا النوع من التأريض بتكون موصولة مع الأرض الآن في مستهلكين سينجل فيز فاز واحد في مستهلكين زي فندق مثلا بوقت ثلاث فاز بتم توزيع الأحمال رد يالو بلو والفندق بوقت الثلاث فاز بالنسبة للمحايد أو الأرضي بتم تمديد خطين إحنا قلنا عند المحول موصولة نيوترال مع الأرضي فبتم تمديد خط نيوترال وخط أرضي للمستهلكين مفصولات عن بعضهم سيباريتد ومن سيباريتد نقضي الأس أصبح هذا النظام اسمه تي أن اس سيستم لكن هذا النظام من ناحية فيه أنه المستهلك اللي سينجل فيز بأخذ ثلاث أسلاك واللي ثلاث فاز بأخذ خمس أسلاك فإذن الكلف الاقتصادية المترتبة عن هذا النوع من التأريض عالي جدا ولذلك إذا أخذنا الخطين المحايد والأرضي ووصلناهم مع بعضهم البعض في سلك واحد ووزعنا بهذه الطريقة راح نقلل كثير من الكلف الاقتصادية جمعناهم مع بعض صاروا كومبايند ومن كومبايند أخذنا السي أصبح هذا النظام اسمه TNC System لكن مع وليت هذا النظام مش كثيرة إحنا معتمدين على خط واحد يمثل المحايد والأرضي وإذلك النظام الأكثر انتشارا واللي هو حل وسط ما بين الحالتين أنه قبل المستهلك بيكون جاي خط واحد بيكونوا مشتركات كومبايند سي يعني ومن جاهة المستهلك بيبلش توزيع حملاء أرضي ومحايد في البداية كانوا مشتركات كومبايند سي وبعد ذلك تم فصلهم سيباريتد أصبح هذا النظام اسمه TNC System لكن مع هذا النظام يجب الانتباه لو كان في عندنا منزل بتغذى بالطاقة الكهربائية عن طريق مثل هذا النظام TNC System وكان فيه هيتر في داخل المنزل شغال اكتيار الكهربائي بمر في دائرة كاملة من الخط الحامل إلى الهيتر للمحايد والمحايد برجع للخط المشترك للمحايد والأرضي وهكذا دائرة كهربائية كاملة والهيتر شغال ما الذي يحدث لو أنه صار فيه فصل في الخط قبل تفريعته قبل ما نفرعه للمحايد والأرضي فصار فصل في الخط المشترك الآن الدائرة الكهربائية أصبحت مفتوحة التيار ما فيه طريق يمشي فيها فالهيتر رح يطفي لكن إذا إجا شخص ولامس هذا الهيتر الآن فيه صار في دائرة كهربائية مغلقة التيار رح يمر من الخط الحامل لعنصر التسخين في داخل الهيتر للمحايد يرجع على الجسم المعدن الهيتر ومنه للشخص ومن الشخص الأرض ويرجع على المصدر ولذلك هذا الشخص رح يتعرض للصدمة الكهربائية ولذلك يجب الانتباه عند استخدام مثل هذا النوع من التأريض الكهربائي وفي هاي الحالة حتى لو كان في عنا قاطع الحماية من التسريب الأرضي ال-ELCB Earth Leakage Circuit Breaker أو ال-RCD Residual Current Device مش رح يحس بهذا العطل لأنه مبدأ عمله أنه بتم عن طريق محول التيار مقارنة التيار اللي رايح والتيار اللي جاي وفي هاي الحالة التيار رح يكون نفسه بالنسبة ل قاطع التسريب الأرضي ومش رح يحس به ورح يتعرض الشخص لصدمة كهربائية الآن ماذا عن الأرض الأرض الفيزيائية Mother Earth احنا قلنا بنوصل مع الأرض هل الأرض فعلا موصل جيد للتيار الكهربائي؟ للإجابة على هذا السؤال لابد في البداية منه نصحح تعريف التيار الكهربائي التيار الكهربائي يعرف فيه أكثر من 80% من المراجع على أنه سيل من الإلكترونات والصيح أنه هذا التعريف قاصر التيار الكهربائي بكون على شكل إلكترونات في المعادن ممكن يكون على شكل آيونات مثل المحلول الإلكتروليتي حتى بالنسبة للإنسان إحنا قلنا في الحلقة السابقة أنه الإنسان ممكن يتعرض لصدمة كهربائية تؤدي إلى مور التيار داخل جسمه التيار داخل جسمه الإنسان ما ممر على شكل إلكترونات ممر على شكل آيونات آيونات صوديوم أو بوتاسيوم أو كلور التيار أيضا في أشباه الموصلات السمي كوندكتور ممكن يكون على شكل إلكترونات وعلى شكل ثغرة إلكترونية هولز وهذه ظاهرة معروف البلازمة اللي هي الحالة الرابعة للمادة التيار بكون على شكل إلكترونات وآيونات مثل الرياح الشمسية مثل الصواعق الكهربائية لحامل قوس الكهربائي لمبات الفلوريسنت التعريف الصحيح للتيار أنه معدل انتقال الشحنة بالنسبة لوحدة الزمن هذا هو التعريف الشامل للتيار الكهربائي التيار الكهربائي مش بس إلكترونات ممكن يكون بأشكال مختلفة بناء على طبيعة المادة ولذلك بالنسبة الأرض الأرض فيها صخور رمال صلصال مواد عضوية مياه حلوة مياه مالحة إلى آخر مواد مختلفة من تقل فيها التيار بأشكال مختلفة ولذلك اللي بحدد قابلية الأرض لتمريد التيار الكهربائي هو طبيعة مكوناتها ومقاومة هذه المكونات للتيار الكهربائي والصيح أن المقاومة الكهربائية مش صفة أصيلة في المادة الخاصية الأساسية في المادة هي المقاومة النوعية واللي بحكم العلاقة ما بين المقاومة والمقاومة النوعية هو العلاقة التالية ولذلك ممكن مادة رديئة توصيل التيار الكهربائي بقطر مثلا متر وطول متر تكون في توصيلها للكهرباء أفضل من سلك حاس طوله كيلو متر وسمكه بسمك شعرة البناء المهم في تحديد خواص المادة للتيار الكهربائي والمقاومة النوعية والمقاومة النوعية للأرض تعتمد على طبيعة التربة هذه بعض الأمثلة على المقاومة النوعية لأنواع مختلفة من التربة وبنلاحظ أنها تقل كل ما زادت نسبة المياه في التربة كل ما زادت الرطوبة فيها طبعا هذه أرقام تقريبية لأنه في منطقة معينة ممكن تحت القشرة الأرضية يكون في طبقات مختلفة لأنواع مختلفة من التربة لكن أهم ما يميز مصلية الأرض أو التربة للتيار الكهربائي هو نسبة المياه فيها مثل ما لاحظ أنه التربة المستنقعية هي صاحبة المقاومة النوعية الأقل هذا خط كهربائي موجود في نيوزلندا نورثلاند ونلاحظ أنه عبارة عن خط واحد سيلك مفرد هذا يعتمد على الأرض الفيزيائي خط راجع وذلك يسمونه single wire earth return خط مفرد براجع أرضه هذا النوع من التمديدات الكهربائية موجود بكثرة في نيوزلندا في أستراليا في ألاسكا في موزنبيق تم تمديد مئات الألاف من الكيلومترات بهذه الطريقة وهذا تم استخدامه في التمديدات الكهربائية للمناطق النائية المناطق البعيدة جدا وذلك للتوفير الكبير في الكلفة الاقتصادية خط واحد سيلك واحد يعتمد على الأرض الفيزيائية كراجع لكن في تمديداتنا الكهربائية هل فعلا يمكن اعتماعه على الأرض كجزء من شبكة التمديدات الكهربائية يعني هل نستطيع أن نستقدم هذه الطريقة سيلك مفرد بخط راجع single wire air 3 SWER في تمديدات شبكات الضغط المنخفة الصيح أنه تم إجراء تجربة في أرض زراعية طينية المفروض أن تكون منصليتها جيدة للتيال الكهربائي جبنا وصلة كهربائية من أحد المنازل ومن هذه الوصلة على مسافة 60 متر تقريبا وصلناها للمبة موجودة على عمود معدني وخط نيوترل تم توصيله مع العمود المعدني لاستخدام الأرض كراجع وصلناها عند الوصلة بالنيوترل على أساس أنه بنا نعتمد على الأرض كخط راجع للدائرة الكهربائية في البداية تم استخدام لمبة قدرتها 40 وط وكانت النتائج مقبولة اشتغلت اللمبة لكن لما قسنا الجود الكهربائي والتيار في الدائرة وجدناهم كما يلي الآن هذه اللمبة 40 وط استدلناها بلمبة 500 وط أول ملاحظة كانت شدة الإضاءة من هذه اللمبة أقل من الشدة المتوقعة في الاستخدامات العادية استخدامات المنزلية العادية لما قسنا الجهد الكهربائي والتيار كانوا بهذا الشكل بدل ما يكون الجهد المطبق عليها 280 فولت الآن حوالي 128 فولت والسبب في الحالة الثانية أنه هذه اللمبة قدرتها عالية تيارها عالية وبالتالي الهبوط في الجهد في الأرض التي اعتبرناها جزء من الدائرة أصبح عالي ولذلك هذه الطريقة لا يمكن استخدامها في تنبيدات شبكات الضغط المنخفض الخط الذي تكلمنا عنه في نيوزلندا هذا يوزع بفولتية تصل تقريبا لـ 20 ألف فولت 20 كيلو فولت هناك التيار بيكون قيلة جدا وهبوط في الجهد في الأرض بيكون تقريبا يمكن استخدامها لكن يجب أن يتم نقل الطاقة بجهود عالية في الحلقة القادمة إن شاء الله رح نتكلم عن مكونات نظام التأريض الكهربائي قطبان التأريض إكشسواراتها كيف يتم حفر بئر التأريض شو المواد اللي يستخدمها وما شابه وقياس مقاومة الأرض وفحص النظام التأريض الكهربائي بشكل كامل ترجمة نانسي قنقر